كده يعني خلصت أخبارنا أو أخبار النادي الأهلي خلينا نروح للأخبار المحلية إنتعرفين كورة اليد المنتخب بيستعد الكأس العالم في شهر يناير دلوقتي فيه معسكر اللعيب قاعدة معسكر لغاية الأسبوع الأول من نوفمبر كان متفقين المنتخب على مبارات ودية تتلعب في شهر نوفمبر كانت مع البحرين والأرجنتين الحقيقة للأسف الأرجنتين اعتذرت مش هتقدر تيجي تلعب المبارات الودية ليه اعتذرت لأن عندها عدد كبير جدا من اللاعبين بلعبه في أوروبا ومش فضيين والماتش ده والماتشات دي كان مقترح أنها تتلعب 11 نوفمبر طبعا أكيد اتحاد كورة اليد بقيادة المهندس شام ناصر أكيد هيفكر في البديل لأن أكيد محتاجين ماتشات من العيار التقيلة أو ماتشات طوف جيمز قبل كاس العالم كل التوفيق لمنتخب مصر وإن شاء الله يعني يكون فيه اعداد بشكل جاد عشان الملايين الحقيقة المصريين مستنيين البطولة دي في فرغ الصبر طيب هنروح لكرة الطائرة اللجنة المؤقتة بكادة كابتن سامح حمدي أنتوا عارفين طبعا أنه فيه لجنة مؤقتة هتدير للاتحاد لفترة لغاية بيتعمل الانتخابات اللجنة دي مش هتنزل الانتخابات مركز تسويق التحكيم الرياضي أبطل الجمعية الأمومية اللي جاي بقرار عشان العدد كابتن جابر عبدالعاطي طبعا رحمه الله يعني المجلس افتقده نتيجة النوع يعني الوفاة والمستشار أحمد حاتم البنة استقال نتيجة عدم موافقة طبعا جهة عمله على انضمامه لللجنة المؤقتة طبعا موند شام حطب كان لازم تدخل سريع تم تعيين شريهان سامح لعابة النادي الأهلي طبعا دي صورتها وتم تعيين أيضا محمد عبدالرحمن نجم النادي الأهلي في اللجنة المؤقتة وعندهم اجتماع كمان بكرة عشان يحددوا الجمعية الأمومية اللي جاي امتى عشان يبقى النصاب اكتمل وده صورة القرار عشان النصاب يكتمل وتبقى اجتماعاته صحيحة وقراراته أيضا صحيحة بالتوفيق طبعا لللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة الحقيقة اللي احنا يعني بنشيد بهم لانه بالرغم من هما لجنة مؤقتة ولكن ما حصلش أي هزة في كرة الطائرة الموسي مستكمل بكل يعني سلاسة زي ما بيقولوا تبعنا ماتش الفاينال كاس مصر للطلاق الجيش والنادي الأهلي على شاشة قناة النادي الأهلي فبنشيد بهم والحقيقة دايرين الموضوع بحرافية كاملة واكيد الانتخابات هتعمل في جو صحي جدا مع المجموعة دي طيب الشريات الدخان انتوا عارفين طبعا الهوكي احنا يعني ابطال افريقيا احنا نتناوب احنا وجنوب افريقيا في الموضوع دا الشريات الدخان بطل الدوري الممتاز للهوكي على حساب الطائرات الفريق الاول للهوكي بنادي الشريات الدخان قدروا ان يفوز ببطولة الدوري الموسم اللي احنا فيه 19-20 بعد ما كسب نادي الطائرات بالشوت اوت الماتش كان خلص بالتعادل وعشان كده راحوا للشوت اوت عشان يحددوا مين الكسبان وفلفتها كويسة زي ما احنا شايفين الصورة دي طبعا الاحتفالات كانت احتفالات على مزاق او على طعم مؤمن زكريا زي ما قلتلكوا قبل كده ان مؤمن زكريا اصبح ايكونة للرياضيين لانه طبعا اللقطة تاني متشكر جدا طبعا للفريق الاعداد والاخراج انه طبعا يعني الصورة رجعت تاني زمانتوا شايفين حتى مشكرت القدم بس مشكرت القدم بس اللي بيحتفله بمؤمن زكريا مؤمن زكريا اصبح يعني يعني بقى دعمه ده حاجة مهمة واحتفال بطريقته حاجة مهمة وعايز اقول لكم ان انا قريت خبر النهاردة كمان انه بدأ يتحسن مؤمن زكريا بدأ يتحسن وبدأ ينزل الجيم يتمرن والحقيقة الفرح ده يعني الخبر ده فرحني جدا والدرجة ان انا بقيت متشوق لو فيه صورة او حاجة نازلة لان الناس متشوق اتشوفوا تاني في الملعب الناس عايزة تثبت نفسها انه مفيش صعب ومفيش مستحيل الحقيقة كده دي اخبارنا طبعا الداخل جدا النادي الاهلي اه طيب يعني دي اخبارنا دي لقطة مؤمن دي مؤمن زكريا هو وحصري بيتمرن في الجيم بشكركم يا جماعة على اللقطة دي اه زي ما احنا شايفين الحقيقة انا كل سعادة وفخر ان مؤمن ان شاء الله بيتغلب على مرضه وبدأ ينزل الجيم تاني الحقيقة دي رسالة مؤمن الحقيقة ما كانش هياخد السقة دي وما كانش هياخد الدعم ده الا ما يحس الجماهير واقفة وراه والحقيقة انا بشكر طبعا فريق الهوك اللي عمل كده وبشكر كل رياضين مصر لدعم ومؤمن زكريا وبندعم اي رياضي في ازمة هو ملوش دخل فيها طبعا ونتمنى الشفاء لمؤمن في السرعة العادية طيب احنا كده اخبارنا خلصت هنطلع لفاصل هاستقبل ابطالنا نجوم تنس الطاولة اللي حققوا انجاز كبير تاني دوري للمرة 11 عالتوالي والمرة ال 31 في تاريخ هنطلع لفاصل لفاصل ونرجع لستقبل ضيوفنا فابقوا معنا